يصديف السودان حوالي مليون ونصف أجنبي فوق أراضيه بعضهم دخل للبلاد بطرق غير شرعية فبحسب الإحصائيات الرسمية فإن العاصمة وحدها بها خمسون ألف أجنبي دخلوا بطرق غير شرعية فيما أكدت تقارير وزارة الداخلية أن حوالي خمسة عشر بالمئة من الأجانب بالبلاد من فئة الطلاب فيما تصنف الغالبية بأنهم عمال بنسبة سبعين بالمئة والبقية يعملون في الأنشطة الأخرى المختلفة فالأجانب الوافدون حملوا معهم ثقافات وعادات مختلفة بعضها إيجابي وبعضها سلبي ولكن الغالبية العظمى من المواطنين ارتبط الوجود الأجنبي في أذهانهم بالنواحي السلبية التي طغت على الجوانب الإيجابية فمعظم الأحاديث والنقاشات دائما ما تركز على الجرائم المرتبطة بالأجانب كتهريب المخدرات والبشر والنهب وتزوير العمولات بجانب شبكات الدعارة فضلا عن مشاركة الأجانب المواطنين في الخدمات والسلع المختلفة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة العديد من الورش والندوات المتخصصة طالبت بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالهجرة إلى البلاد كما شدد البرلمان على زيادة عدد القوات النظامية على الحدود لضبط حركة الأجانب فيما دعت منظمات مجتمع مدني إلى إعادة حصر الأجانب وإطلاق حملات متواصلة للتبليغ عن الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية بالجانب إلزام الشركات والمؤسسات بتحديد نوع وحجم العمالة الأجنبية المطلوبة